تعالوا نشوف صفحة 5 الأرقام بتتكلم معرف كده منصر تتحدث عن نفسها الأرقام تتحدث عن نفسها أقدر أعمل أكتر من كده؟ أكيد أقدر أعمل أكتر من كده أكيد أقدر أنتهك سياسات أكتر قوة اقتصاديا طبعا طيب هل أنا كمان عليك مسؤوليك مواطن؟ آه اشتغل أنا لا هقولك لما تكلش ولا وفر فلوسك وحط ولا تحت البلاط اشتغل بس أنا راضي بأربع ساعات كل يوم راضي يعني راضي أن أنا أقفل سنة 23 وأنا عندي متوسط انتاجية يومية للمواطن أربع ساعات أو للقوة العاملة يعني ليبر فورس طيب تعالوا نشوف اتجارة الخارجية سنة 2022 وهنا يتنازل عن نظارته لأن الخط هنا كبير طيب 87% نسبة زيادة قيمة الصدرات المصرية من 14 ل 22 فاكرين قلنا 27 و 18 مليار دولار وصلنا ال 51 و 18 مليار دولار سنة 2022 وأظن أتوقع أتمنى وما الأمور بالتمنى لكن أهو 23 هتلاقي الرقم ده زيادة خلينا بس فاكرين تاني مش أنتو بتحبوا اليوتيوب وبتقولوا أصل يوسف آي لو يوسف ما قالش يوسف لما قال 2017 سيبنا من دي مش وقتها تاني خليك فاكر دي 51 و 18 في 22 23 الرقم هتلاقي زيادة وزيادة محترمة صبرا موعدكم الجنة طيب تعالوا نشوف نسبة زيادة قيمة الواردات أنا كان عندي واردات ب 47 مليار دولار أنا باستورد بالرقم ده في 14 في 22 ومع زيادة سكانية ما شاء الله ما شاء مزهلة 2 مليون كل سنة بيزيدوا بقية الواردات بتاعتي 94 مليار و 500 مليون طب نسبة الواردات هنا بقى بصوا عن نسبة نسبة الزيادة في الوارد قد إيه 27 و 7 من 10 بس نسبة الزيادة في الصدر قد إيه 87 في المية طيب نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة فيها انخفاض ولا ما فيهاش انخفاض تعالوا نبص كانت 25 و 21 من 10 بقت في 22 22 في المية طيب والسلع الاستثمارية في 14 كانت 11 و 9 من 10 في 22 بقت 12 في المية انتواخد بالك هنا بكلمك على التحسن النسبي في هيكل الواردات هيكل الواردات عندي سلع استثمارية وعندي سلع استهلاكية تطلع بقى معمرة مش معمرة هي استهلاكية فانا قللت وارداتي الاستهلاكية من 25 و 1 من 10 22 في المية زودت السلع الاستثمارية بتاعتي كانت 11 و 9 من 10 بقت 12 في المية علشان ده جزء من ايه؟ عوامل الانتاج تعال نشوف نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة حصل ايه؟ ارتفاع كانت 49 و 9 من 10 بقت 50 و 8 من 10 طيب نصيب الوقود كان عندي 13 و 1 في المية دي النسبة بقت 15 و 2 من 10 ده هنا يوضح لك ان فيه تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة ايه؟ انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية على سبيل المثال زي السلع المعمرة غير المعمرة لصالح زيادة زي ما كنا بنقول استيراد المواد الخام سلع استثمارية تخش بقى جوة العملية الصناعية عايزة صنع طيب تعال نشوف صفحة 6 87% نسبة زيادة الصادرات المصرية مقارنة بـ 2014 لسه ايلانها طيب تعال نشوف ابرز السلع ما انت لازم تسألني حقك تقول يوسف طب احنا بنصدر ايه يعني مرة من سنتين واحد قال لي احنا بنصدرش اي حاجة والله العظيم واحد قال لي كده من سنتين بالظبط ان افكر قلت الجملة دي انا في البيان دمجة يا جماعنا شوفت حد بيقول لي احنا مصر ما بتصدرش اي حاجة طيب احنا عايشين منين يعني ابتسم قلت له ايه بالقدرة فقال لي ونعمة بالله ما طبعا يعني كل حاجة بقدرة ربنا يعني بس يعني ايه بلد ما بتصدرش حاجة يعني انت متصور ان البلد ماشية ازاي طيب تعال نشوف انا وقتها عاد تتكلمت معاه في الصادرات بس تعال نشوف كده احنا بنصدر ايه هل انا بصدر اسمدة اه انا بصدر اسمدة ونسبتي في تصدير الاسمدة بسبب التوسعات في المصانع والتحديثات بتاعة المصانع بالوفاتح مصانع جديدة نسبتي في تصدير الاسمدة زادت بمعدل 312.5% اصدرنا كنت في 2014 اخري كده 800 مليون دولار صادرات وصلناها الكام ل3 و3 18 مليار دولار طيب صادرات الملابس ما هو في زمن غابر كان في دفع كده تحس انه عاوزين يخلوا مصانع الملابس في مصر تقف الصناعات النسجية تقف زمن غابر عارف زمان كده ايام صورت يوليو فكان يقولوا العهد البائد والنعمة كان في عهد بائد غابر زمن اخبر لما مصر تصدر اسمدة ب800 مليون زمن اخبر عاوز تعرف الفرق تصدر ب3 و3 18 مليار لما مصر تبقى بتستورد هدوم وتقلل الصادرات زمن اخبر لكن لما معدل الصادرات يزيد بص انت كنت بتصدر بقى ايه كنت بتصدر ب1 و4 من 10 مليار دلوقتي بقى بتصدر ب2 و5 من 10 مليار سنة لفات التحديد ده 20-22 ملابس تعال نشوف صادرات الوقود صادرات الوقود في 2014 كانت 6 و3 من 10 مليار في 22 بقى التمنتاشر و3 من 10 زيدة تقريباً 190 ونص في المية اكتر من 3 تلات اضعاف تقريباً اقل قليلة ليه؟ علشان الحكومة مع وزارة البترول مع الرئاسة عملنا منتدى شرق المتوسط وعملنا اتفاقات جديدة وروحنا طلعنا حقول انت عايز تقولي ان حقول الغاز دي يعني مثلا ان كانت سر دولي سر عالمي سر كوني قصة كلها في ارادة وطنية حقيقية في ان انا ابقى عايز البلد دي تطلع لقدام لو انا مش عاوزها تطلع لقدام اعمل ايه اغمت زي زمان ما هو الكلامة هو طيب تعال نشوف صدرات اللدائن انا كنت بصدر بواحد وثمانية من عشرة مليار بقيت بصدر اتنين وثمانية من عشرة مليار بنسبة زيادة خمسة وخمسين وثمان عشرة في المية طيب صدرات الفواكه والثمار زايدة مية في المية حدث ولا حرج تاتش وود وادفع نص عمري ان وزير الزراعة ممكن يقول لي على فكرة يا يوسف ده لما بعتليش دلوقتي والله على فكرة يا يوسف عايزك تبص على حجم الصدرات ان شاء الله بنهاية الثلاثة وعشرين هدي لك رقم يبهرك انا ادفع نص عمري انهم علي وزير الزراعة هيقول كده وانا متأكد انه ده هيحصل اش كده انا بقولك انا متأكد انا معدل الصدرات المصرية هيخطي الواحد وخمسين وثمان عشرة دي بشكل محترم طيب تعال نشوف نسبة زيادة صدرات الالات والاجهزة الكهربائية هو احنا يوزن بنصدر اه بنصدر كنا 2 مليار بقى 2 مليار وستة من عشرة بزيادة 30% صفحة 7 طيب ايه هي الجهود اللي بزلتها الدولة علشان اعمل عملية دعم لهذا التبادل التجاري صدر ووارد خلال 8 سنين تعال نشوف دعم التصدير مبادرات المساندة التصديرية طيب المستهدفات مساندة التصدير للشركات اللي بتصدر بالتأكيد توفير السيولة النقدية الكافية طيب انا عندي حوالي 55.4 مليار جنيه مصري اجمالي المساندة التصديرية التي صرفت من العام المالي 13-14 لحد ديسمبر 2022 كم شركة اخدت المساندة التصديرية؟ 2709 شركة وعندي تعاقدات تصديرية تم ابرمها في اكتر من قطاع ب3 مليار دولار عندي 10 مليار جنيه هم مساندة تصديرية هيتم صرفها خلال المرحلة السادسة من هذه المبادرة اللي هي مبادرة السداد النقدي الفوري للجدين ازالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية من عايز المنتج بتاعي يتصدر ويدخل للأسواق الدولية فعاوزي بقى انا في عندي بقى ايه مرونة وعاوزة ساهل فعملنا مجموعة من اتفاقات مصر انضمت لاتفاقات التجارة الحرة للقرية الافريقية تحديدا اتفاقية ميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد القراسي احنا اتكلمنا عنها في البرنامج انا متذكر وتوقيع اتفاقية الشراكة البريطانية مع بريطانيا بعدما بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي فاصبح في عندي اتفاقية ثنائية مبيني وما بين بريطانيا عندي كمان الدولة تدخلت بالفعل لازالة القيود غير الجمهورية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لاسواق التصدير اهم حاجة فيها كان رافع الحظر عن الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة لبعض الاسواق الرئيسية حضرتكم اكيد كنتم بتتابعوا الاخبار والجرايد انا زاكف اشتغلنا بقوة على رفع هذا الحظر عن بعض من السلع الغذائية المصرية طيب اشتغلنا على مسألة قواعد المنشأ التفضيلية بداية من شهر ستة عشرين عشرين وشهادة المنشأ الصادرة الالكترونية اخيرا صفحة تمانية زي ما نقول كده في كتاب المقالي يقولها خلاصات تعال نشوف توفير فرص تصديرية واستثمارية خمستاشر مليار دولار هي قيمة تقديرية لعدد من الفرص الاستثمارية اللي تم توفيرها في اكتر من مجال طيب عندي قد ايه؟ عندي تقريبا عشر تلاف تقريبا حداشر الف فرصة تصديرية بالفعل تم اتحتها بقيمة سبعة واثنين من عشر مليار دولار دخلت حوالي الفين تمانية وسبعين منقصة دولية خارجية سبعتاشر الف وتلتمائة دراسة ودليل تصدير وتقرير تسويقي ونوعي تم اعداده لكل ده قعد عمال بشجع الصادرات بتاعتي بزق طيب تعال نشوف هل ده بس كافي؟ لا ما نعايز دعم فني كمان المصادرين ما ده لازم اوفر له دعم فني الدولة ده درها بالمناسبة مش بيقول لك المال تاتة فضل لا هو ده درها ده واجب الدول طيب تعال نشوف عندي واحد وسبعين الف وتلتمائة طلب ترويج واستعلام تجاري حصل اعدادهم الحقيقة بهدف الترويج للصادرات المصرية في الاسواق الدولية دخلت واشتغلت على الف تمانية وتسعين معرض دولي عملت خمسة وخمسين شهادة بحر اصدرتهم الهيئة العامة للرقبة على الصادرات والواردات لشركات المصرية المصدرة من بدء اصدار هذه الشهادة وكنا سعيتها في شهر خمسة عشرين اتنين وعشرين خمس باعثات ترويجية لعدد من الدول الافريقية الشقيقة تمت الموافقة على تمويل أو بالفعل على تمويل البنك الاسلامي للتنمية لها خلال كان الرابع الاخير من عشرين اتنين وعشرين والنص الاول اللي احنا شغالين فيه في عشرين تلاتة وعشرين تونس الجزائر والكونجو الديمقراطية وكودفوار والمغرب والتوقيع على خطاب النواية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لانشاء اول اكاديمية تصدير في مصر علشان ندعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية